بعد التعرض بالضرب لكاهن رعية باعتة عشقوت فاروق زغيب يوم الخميس من قبل شابين في رعيته أكد أهالي حراجل التي يتحدروا منها الخوري استنكارهم لهذا العمل محذرين الجهات المعنية في بيان صادر عنهم من لفلفة الموضوع الأهالي الذين طالبوا البطريارك الماروني ماربشارة بطرس الراعي تدخل لمعاقبة الفاعلين استنكروا الكلام الذي قاله بطرس فهد والد أحد المعتدين على الأبس غيب والذي يتهمه فيه بالفساد واضعين هذا الكلام في إطار الافتراء والقطح والذن ومن جهتهم أصدر أعضاء لجنة وقف ماربطرس وبولوس وأهالي باعتة عشقوت بيانا شجبوا فيه التعرض لكنيستهم وكاهن رعيتهم كما أسفوا لورود افتراءات مغرضة على لسان رئيس البلدية السابق السيد بطرس فهد مشيرين إلى وجود عشرات الشكاوى في حقه في مغفر ريفون خلال ما سموه فترة اغتصابه سلطة البلدية وأضاف البيان أن في مركز الأبرشية ملف تحقيقات تظهر فيه الأدلة عن هوية مرتكبي الفساد في الوقف ترجمة نانسي قنقر